إذن ما هي قاعدة البيانات؟ قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات أول شيء بيانات عندما نقصد كلمة بيانات فنحن نقصد كلمات صور نصوص أو أي شيء آخر يعني كائنات أو أي شيء آخر هي شيء نقصد به بيانات يعني معلومة محددة وخزنة بطريقة منظمة ومتسلسلة فمثلا عندما نستخدم ملف تاكست فالملفات ستكون بشكل عشوائي لا يوجد فيها أي تنظيم ولا أي تسلسل لدينا بعض العمليات الأساسية لقاعدة بيانات عندما نتحدث عن قاعدة بيانات فإننا أول شيء نريد أن نقوم بإنشاء قاعدة البيانات تلك نستطيع القراءة منها متى نشاء نستطيع أيضا تحديث البيانات فالبيانات تحديثها يعني إما تغييرها أو شيء آخر فالتحديث هو أمر مهم والحفف أيضا يعني إذا أخطأنا أو تلك البيانات لم تعد مهمة بعدها نقوم بالحفف وهنا يأتي دور محرق قواعد البيانات فلكل قاعدة بيانات محرق قاعدة بيانات خاص بها يعني الآن لدينا مفهوم جديد لدينا قاعدة بيانات هي التي توجد داخلها البيانات ولدينا المفهوم الآخر والذي هو محرق قاعدة البيانات وهو الذي يقوم بإدارة العمليات الأساسية التي تحدثنا عنها فهو الذي يقوم بتنفيذها قراءة وتحديث وحفف وإنشاء والوصول إلى محرق قاعدة البيانات يعني الذي يأتي مع قاعدة بيانات عندما نقوم بتحميلها من الانترنت الوصول إليها نحتاج إلى ما يسمى برنامج قاعدة البيانات والبرنامج الخاص بإدارة قواعد البيانات يعني لدينا الآن ثلاثة مصطلحات الأول بسيط فهمناه هو قاعدة بيانات الثاني وهو يقوم بأمر محدد لن نصل إليه بل سنصل إليه باستخدام برنامج قاعدة البيانات إذن ما هو التربط بينهم برنامج قاعدة البيانات وهو الذي يقوم المستخدم قاعدة البيانات أو منشأ قاعدة البيانات باستخدامه يقوم بوضع بعض التعليمات تلك التعليمات يتم إرسالها إلى محرق قاعدة البيانات الذي يقوم بترجمتها إلى كود ومن ذلك الكود تنشئ لنا البيانات وبعدها بين هذه الثلاث العناصر المشتركة تتم العملية العكسية فقاعدة البانات تلك البانات عندما تصلها وعندما يصلها ذلك الكود فهي تقوم بإعادته لمحرق قواعد البانات ومحرق قواعد البانات سيقوم بإظهاره في برنامج قاعدة البانات الآن عندما نقول قواعد بانات فنحن نقصد توجد الكثير من أنواع قواعد البانات ليس قاعدة بيانات واحدة موجودة في كل هذا المجال فتوجد الكثير من قواعد البيانات وستظل في طريقك عندما تريد اختيارها لذا يمكننا وضع تصنيف بسيط لقواعد البيانات حاليا يمكننا حسب الهدف ما الذي نريده قاعدة البيانات نريدها أن تعمل في جهاز واحد فقط والجهاز يستخدمه مستخدم واحد مثلا برنامج شخص لديه مكتب هو يقوم بالإدارة ويقوم بالأشياء البسيطة فيحتاج إلى قاعدة بيانات وحده او تاجر لديه محلوة يعمل وحده فيحتاج إلى قاعدة بيانات تعمل داخل الحاسوب فقط يخزنها داخل الحاسوب او اي مكان آخر للتخزين يقوم بتخزينها داخل الحاسوب ويستخدمها وحده بدون اي مستخدم آخر فهذا هو التصنيف الأول قواعد البيانات التي تعمل على سطح المكتب وتكون بمستخدم واحد ثانيا هذا هو التصنيف الأول والتصنيف الثاني إذا كنت تريد قاعدة بيانات تعمل داخل شبكة ما معنى شبكة؟ شبكة مثلا لدينا شركة والشركة تريد تطوير برنامج خاص بهذا ذلك البرنامج نقوم بتسميته نظام إدارة مع مثلا شركة أي شركة تقوم بإنتاج مثلا معلبات أو شركة أخرى تقوم بإنتاج الكتب أو الدفاتر يعني أي شركة تحتاج إلى برنامج للتسيير تلك الشركة لديها عمال كل عامل يقوم بأمر ما فقاعدة البيانات الرئيسية تكون محفوظة في مكان يسمى السيرفر فعني البيانات كلها تأتي إلى مكان واحد ولكنها تقسم إلى مستخدمين فمثلا لدينا مستخدم أو المحاسب يستطيع الولوج إلى العمليات الحسابية والمحاسبية يعني لديه صلاحيات كثيرة والمدير يستطيع الوصول إلى كافة أجزاء البرنامج ويرى كل شيء لدينا أيضا مثلا مدير التسويق يعني كل شركة لديها الكثير من المستخدمين على حسب قيمة الشركة أو حجم الشركة والعمل الذين فيها المهم أن لدينا قاعدة بيانات واحدة تعمل في السيرفر والبرنامج يوجد في جميع الكلاينت والتي نسميها العملة فكل كلاينت لديه برنامج وكل كلاينت نعتبره مستعمل فقاعدة البيانات لديها العديد من المستعملين الآن وبما أن كل مستعمل لديه مرتبة ما فلا يمكن مثلا لعامل في مكتب الانتظار يقوم بالإدخال والإخراج ورؤية القوائم فقط مثلا قائمة زبائن الشركة أو المتعاملين مع الشركة لا يمكنه أن يذهب ويرى إحصاءات الشركة أو يذهب ويرى كل شيء في البرنامج ومن هنا يأتي لنا التصنيف الثاني وهو السيرفر بايزد داتا بايز يعني قواعدة البيانات التي تعتمد على السيرفر والتي تكون بنيتها الرئيسية هي أنها تعمل داخل شبكة هذا هو التصنيف الثاني ويمكن هنا إضافة حتى أن هذه التصنيفان الرئيسيين الذي يمكن أن أقولهما لكن لدينا تصنيف آخر ولا يدخل في التصنيفات الرئيسية فمثلا قاعدة البيانات الخاصة بك تريد أن تكون متاحة مبشرة على الأنترنت يعني الوصول إليها يكون من الأنترنت أو يكون فقط من داخل الحاسوب الخاص بك هذا المفؤوم هنا ليس بتصنيف فمثلا قاعدة بيانات عادية خاصة بسطح المكتب يمكنك أن تضعها إلى الأنترنت واتصل إليها لكن توجد قواعد بيانات مخصصة لهذا النوع هذا بالنسبة للتصنيفات العادية الآن أي قاعدة بيانات ستختارها لهذا سنتوجه إلى موقع لويكيبيديا هنا عفوا سنذهب ونتطلع إليه ونرى ما الذي يوجد هنا فحيث سنرى مقارنة بين قواعد البيانات وهنا نرى الـ Relational Database Management System Database Management System وهو برنامج إدارة قواعد البيانات الذي تحدثنا عنه الـ Relational هو نوع من قواعد البيانات أي قواعد البيانات العلائقية فعندما نقول قاعدة بيانات علائقية فنحن نقصد هنا تكون موجودة بعلاقات فمثلا قاعدة بيانات في شركة مثل ما قلت أو قاعدة بيانات في متجر عادي هي تكون قاعدة بيانات علائقية لماذا؟ لأن فيها العلاقات فعندما يبحث عن عميل ما فمثلا في قاعدة بيانات متجر سيبحث عن عميل ما فسيرى الديون الخاصة به والمشتريات الخاصة به علما أن المشتريات الخاصة به في جهة والديون الخاصة به في جهة فهنا تأتي العلاقات ومن هذا المفهوم جاءت الآن دعونا نرى المعلومات العامة هذه هي قاعدة بيانات المتوجهة هنا أو الموجودة هنا نجد يعني هذه هي قاعدة بيانات ونجد مثلا الشركة الخاصة بها أو تاريخ آخر إصدار أو التخيص هنا مثلا هناك مجانية وغير مجانية تختارها حسب ما تريد أنت مثلا دعونا نذهب إلى Microsoft SQL Server وهي تعمل في شبكة وكما ترون هي هنا ليست غير مجانية هنا إذا وجدنا ترخيص مثل هذا يعني هو عبارة عن ترخيص مجاني ومثلا هذا الترخيص ولديه أيضا حقوق لدينا مثلا هذا هنا عبارة عن ترخيص مجاني يمكنكم أن تعرفوا الترخيص أيضا ونوعيتها الآن لن تفيدنا المعلومات حول الشركة كثيرا هذه قائمة قاعدة بيانات الموجودة هنا مثلا لدينا هنا أنظمة تشغيل المتاحة أو المدعومة يعني قاعدة بيانات هذه في أي أنظمة تشغيل تعمل فالويندوز أو الأوس إكس والليونيكس بي أس دي ليونيكس والأنظمة الأخرى فهنا شيء مهم عندما تريد اختيار قاعدة بيانات سترى الأنظمة المتاحة لها فمثلا إذا اخترنا قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس عادية فهي تدعم فقط الويندوز ولا تدعم أي نظام آخر مثلها مثل الاسكيول سيرفر مثلا إذا ذهبنا إلى قاعدة بيانات مثل الفاير بيرد إذا كانت هنا في القائمة أو نعم قاعدة بيانات بسيطة مثل اسكيولايت هي مجانية ومتاحة على الويندوز والليونيكس والأوس إكس كما نرى يعني لا توجد قاعدة بيانات حسب ما أظن أو حسب ما أرى حاليا لا توجد قاعدة بيانات متاحة لكل الأنظمة لكن قاعدة بيانات مثل هذه الموجودة هنا ماي سيكول متاحة لأغلبهم يعني بما أنها من قاعدة بيانات التي تعمل على الأنترنت فستكون متاحة لأغلب الأنظمة وتحمل في جميع الأنظمة والاسكيولايت هنا أيضا الآن عندما نذهب إلى قاعدة بيانات فنرى بعض الخصائص هنا مثلا اليونيكود تدعم اليونيكود يعني اليونيكود بالنسبة لنحن إذا قلنا اللغة العربية فهل تدعمها أو لا الأنترفيس يعني هل قاعدة بيانات هذه لديها أنترفيس فعندما نقول جي آي يعني Graphical User Interface هل يمكننا التعامل معها ب Graphical User Interface يعني مثل الدلفين نستطيع الضغط على أزرار وكذا أشياء وSQL هنا SQL هي عبارة عن لغة وسنتعرف عليها يعني كل واحدة وما يتوفر فيها مثلا لدينا SQLite فهي يعني متاحة عبر الأبي إي Application أو هنا الأبي إي ولدينا هنا SQL نستطيع تعمل معها أيضا وحتى أنها توجد برامج خاصة بها يعني نستطيع استعمالها كGI مربوطة باستخدام SQL المهم لدينا هنا فقط المقارنة البسيطة يعني تأخذ من هنا الأشياء إذا كانت لديك معرفة بقاعدة بيانات فستأخذ الأشياء المهمة وتراها الآن دعونا ننتقل إلى الحدود والحدود هو الجزء المهم جدا فمثلا لدينا حجم قاعدة البيانات الأكثر يعني الممكن يعني ما هو الحجم الذي لا يمكن تجاوزه حجم الجدول الذي يمكن تجاوزه حجم الحقل أو رو الساطر وهنا الحقول في كل ساطر وأشياء أخرى وسنتعرف عليها دائما يعني عدوا إلى هذه هنا القسم الخاص ب يعني قبل اغتياء قاعدة بيانات التي ستعمل بها اذهب إلى هنا وابحث ولكي تعرف حدودها فتوجد قاعدة بيانات يعني غير محدودة مثلا هذه هنا قاعدة بيانات غير محدودة مثلا قاعدة بيانات فار بيرد قاعدة بيانات غير محدودة والجدول تقريبا 32 تيرابايت حجم كبير جدا إذا ذهبنا إلى قاعدة بيانات صغيرة وبسيطة مثلا ميكروسوفت أكسس حجمها النهائي والأكبر هو 2 جيجابايت كما نرى حاليا يعني من قاعدة بيانات الصغيرة أظن أنها من أصغرهم مثلا ميكروسوفت اسكيول سيرفور كما ترون رقم كبير وبتيرابايت حجم كبير وهل تدعم الجداول والمشاهد هنا مثلا يعني إذا كنتم تعرفونها فستفهمون ببساطة هذه الأشياء والتي سنتعرف عليها لا يمكن أن نشرحها الآن لأنها ستكون معقدة عليكم أيضا هنا مقارنات بسيطة وهنا أيضا بعض العلامات أو العبارات لتعامل معها مثلا windows function الاستثناء accept وأيضا الرابط data type هنا أنواع البيانات نعرف data type لذا يمكن أن نرى هنا مثلا قاعدة بيانات مثل firebird ما هي قواعد؟ ما هي من النوع أنتجر؟ ما الذي تدعمه؟ من النوع string؟ ما الذي تدعمه؟ وهكذا يعني بهذا الشكل هنا من الأشياء التي تدعمها إذا ذهبنا إلى SQL Server أو يعني قواعد بيانات المشهورة ونرى الأنواع التي تدعمها أو data type التي تدعمها وهنا other object إذا كانت موجودة أو لا مؤشر procedure هل تدعم procedure والfunction؟ وهنا أيضا قسم آخر مثلا الhash وهي من أجل حماية البيانات مثل كلمات assert يعني مثلا قاعدة بيانات مثل enterprise لا تدعمها أكسس لا تدعمها إذا وجدنا MySQL فهي تدعمها أكسس control يعني هذا الصفحة هنا رائعة جدا إذا أردت المقارنة يمكنك استخدامها دليلا لما تقوم به لدينا نحن الآن يمكننا وضع مجموعة من قواعد البيانات المهمة أو الرئيسية فعندما نريد مثلا تعمل مع قاعدة بيانات موجهة لسطح المكتب وتقوم بعمل على مستخدم واحد وبيانات ليس بكثيرا نستطيع أخذ Microsoft Access إذا أردنا قاعدة بيانات تعمل في شبكة نستطيع أن أخذ Microsoft SQL Server وعلما أن كلهما غير مجاني فإذا أردنا المجاني يمكننا أخذ SQLite كقاعدة بيانات عادية أو بالنسبة لسطح المكتب وعادية يستخدمهم مستخدم واحد يمكننا استخدام Enterbase أو Fairbird أيضا يعني توجد الكثير من الخيارات سنتعرف على واحدة منها أو البسيطة منها فقط وسنتعرف على كيفية العمل بها إذا دعونا ننتقل إلى العمل التطبيقي